موسيقى يكمل ابن الاثير فلما توفي الظاهر وولي الامر شهاب الدين طغرل ابعدهما وغيرهما ممن يفعل مثل فعلهما وسد هذا الباب على فاعله ولم يطرق اليه احدا من اهله اقول اذن الامر بيد الظاهر ابن صلاح الدين فكان بامكانه ان يفعل كما فعل طغرل لكنه لم يفعل يقول ابن الاثير فلما رأى الرجلان كساد سوقهما لزما بيوتهما وثار بهم الناس وآذوهما وتهددوهما لما كان اسلفاه من الشر فخافا اذا اذا كان هؤلاء في الشر وادوا بالملك بالسلطان بالقائد بالحاكم الى ان يظلم الناس بل هو قال هم قد ظلموا الناس ابن الاثير قال فلقي الناس منهما شدة قال كان بحلب رجلان فيهما شر كثير وسعايا بالناس فكان ينقلان الى صاحبهم الملك الظاهر ابن صلاح الدين عن رعيتي فاغرى صدره فلقي الناس منهما شدة اذا لماذا لم يعاقب هذا الشخصان هؤلاء ضمن الخطوط الحمراء وما هي ميزة من يدخل ضمن الخط الأحمر والخطوط الحمراء عند ابن تيمية فلا يشمله القتل ولا العقوبة ولا القصاص يقول فلما رأى الرجلان كساد سوقهما لزما بيوتهما وثار بهم الناس وآذوهما وتهددوهما لما كان أسلفاه من الشر فخافا ففارق حلب وقصد كيكاوس السلجوقي فأطمعاه فيها أئمة مارقة أئمة الظلالة يوسوسون هنا ويوسوسون هناك وقرر في نفسه لاحظ عندما تلاحظ هذا لماذا أقول أئمة الظلالة مارقة تيمية لأنك حتى عندما تقرأ سيرة ابن تيمية أي بلد يذهب أي قرية يذهب إليها أي مسجد أي مكان يتحدث كما يتحدث المارقة الآن قتل وقتال وسفق دماء وشيعة ورافضة وصوفية وخوارج وكهنة وارتداد ويهود ونصارى وما إلى هذه العناوين فيتحدث عن قتل ويسفق دماء وغزو وحرب لتبرير جريمة الحاكم وجرائم السلطان وفساد الصلاة هذا هو عملهم كما هو الآن القذة بالقذة لا يوجد فرق هذا هو المنهج يقول فلما رأى الرجلان كساس سوقهما لزما بيوتهما وثار بهم الناس وآذوهما وتهددوهما لما لما كان أسلفاه من الشرف خافا ففارقا حلب وقصدا كيكاوس السلجوقي فأطمعاه فيها وقرر في نفسه وقرر في نفسه أنه متى قصدها لا تثبت بين يديه وأنه يملكها ويهون عليه ملك ما بعدها فلما عزم كيكاوس على ذلك أشار عليه ذو الرأي من أصحابه وقالوا له لا يتملك هذا إلا بأن يكون معك أحد من بيت أيوب ليسهل على أهل البلاد وجندها الانقياد إليه وهذا الأفضل ابن صلاح الدين وهو في طاعتك الظاهر الظاهر ابن صلاح الدين والأفضل ابن صلاح الدين والبلاد بلاد صلاح الدين والقادة قادة صلاح الدين ويتآمرون مع الآخرين ضد أنفسهم ضد إخوانهم ضد أبناء جلدتهم ضد أبناء بلدهم يقول وهذا الأفضل وقالوا له وهذا الأفضل ابن صلاح الدين هو في طاعتك والمصلحة أنك تستحبه معك وتقرر بينكما قاعدة فيما تفتحانه من البلاد يحصل بينكم اتفاق فمتى كان معك أطاعك الناس وسهل عليك ما تريد فأحضر الأفضل من سميصات إليه أحضر كيكاوس الأفضل أحضر كيكاوس الأفضل من سميصات إليه وأكرمه وحمل إليه شيء كثيرا من الخيل والخيام والسلاح وغير ذلك واستترت القواعد بينهما أن يكون ما يفتحه من حلب وأعمالها للأفضل وهو في طاعة كيكاوس والخطبة له في ذلك أجمع ثم يقصدون ديار الجزيرة فما يفتحونه مما بيد الملك الأشرف مثل حران والرهى من البلاد الجزرية تكون لكيكاوس وجرت الأيمان على ذلك وجمعوا العساكر وساروا فملكوا قلعة رعبان فتسلمها الأفضل فما للناس حينئذ إليهما ثم سار إلى قلعة تلباشر وفيها صاحبها ولدوا بدر الدين دلدرم الياروقي فحصروه وضيقوا عليه وملكوه منه ملكو تلباشر منه فأخذها كيكاوس لنفسه ولم يسلمها إلى الأفضل فاستشعر الأفضل من ذلك وقال هذا أول الغدر وخاف أنه إن ملك حلب يفعل به هكذا فلا يحصل إلا أن يكون قد قلع بيته لغيره ففترت نيته وعرض عما كان يفعله وكذلك أيضا أهل البلاد فكانوا يظنون أن الأفضل يملكها فيسهل عليهم الأمر فلما رأوا ضد ذلك وقفوا ترجمة نانسي قنقر